المواطن يغلب يقول لك هو أمنا وأبونا هي الحكومة المفهوم ده يعني بره مش موجود لأنه أغلبه قطعه خاص هو اللي شار الشيئ له والحكومة ما هي زي ما دكروناتها بقوله يعمل ضوابط ومنظم لي حركة الاقصادك وكل يعني فبالتالي لكن احنا هنا تعودنا من الستينات لحد النهاردة الموروث بتاعنا لما بيحصل حاجة بنشاور على مين الحكومة ما فيش حاجة تانية للا أصده احنا بنتحاول دلوقتي بنقول القطاع الخاص ما القطاع الخاص فعشان كنا بقول لازم ادي له كل ما يتعلق بالاستقرار الاحقق الاستقرار الكلام ادي له اللي هو عايزه ازاي نمرة واحد لازم حارب التضخم هو مش على صفح ساخن فلازم لهيب الأسعار دي بنك مركزي يتشدد علشان يخفض معدلات الاسعار ولهيبها وينزل لرقم واحد وحادي زي ما كنا شغالين بيقبلوا المواطن المتراضي عليه هنا في امريكا اثنين في المئة هنا في مصر خمسة ستة في المئة المهم يكون اقلنا من عشر في المئة المواطن بيتعاش معه زي ما كنا متعاشين معه اللي هو محاربة الغلاء ماشي على صفح ساخن هو ماشي على صفح ساخن بس ايه بتخف حرارته شوية شوية بس فيه تضخم زي ما قلت كان اربعين بقى خمسين خمسة وعشرين ان شاء الله السنة اللي جاية يقال يكسر حجز العشرة انا تمنى هزي بالسياسة انا التشدد في السياسة المالية غير النقدية البنك المركز يجبوه لكن بالنسبة السياسة المالية وزير المالية يعمل ايه في الموازنة الحالية هو تشدد فعلا فانه باب عنده ثلاث أبواب متشدد فيه ما يجيش ناحة المرتبات دي حتمية لانه هو ده شبكة الحماية الاجتماعية تتكون من دعم وباية الشبكة عبارة عن ايه خلهم مزيد من فرص عمل اخلي اخصاد يولد فرص عمل اكتر عشان البطالة يعني كلام اتنين انه كمان يزود المرتبات والمعاشات اول باول زي ما حصل في سنتين ثلاثة الاخران ويبضر بيهم زي ما بضر بيهم لازم يخلي الناس ايه الحاجة الثالثة اللي هو يعمله ايه حدا قدنا الاجور و رفع حد الاعفاء الضريبي حلو قوي استمر دي الشبكة لكن جزء مهم او الدعم اللي احنا بنعيد النظر فيه في حوار اهلية الحوار الوطني وكيف ما يتراقى لهم نبدأ مراحل ونبدأ بمسال غيف العشق والبطاعة التامهنية ثم اللي هم المحروقات او المواد البترولية وهكذا لان مسالة تطبع بحذر شديد في الانتقال من دعم النقدي العين الى نقدي فده لازم الصفيح الساخن اللي ماشي عليه في نفس اولا قدينه مقويات وماشي قدينه خلت اتحمل الحرارة شوية قدينه يعني حقنا كده اللي هو برامج الحماية الاجتماعية اللي هو تكافله وكرامه ومش عارف ايه الى اخره رغيف عيش ومش عارف وحولهوله الى خد فلوسك في ايدك واضمن لك ان لو زادت تكلفة هديها لك ده بدل ما يعني الوقتي ستمائة ستة وتلاتين مليار الموازنة اللي جاي خمسة عشر ستة عشر ادي له ضخ اكتر بس يكون بشكل يقلل لنسب الفقر يبقى فيه مستهدف نسب واهدف التنمية المستدامة اللي هو من السبعتاشر اول حاجة من السبعتاشر الهدف للتنمية المستدامة القضاء الفقر والقضاء التام على الجوع ثم التعليم ثم الصحة ثم التعليم دول اربع من السبعتاشر دول بيبدأوا عشان كده بقول اولوية تخفيف الاعباء المعاشية للمواطن مصري من خلال الحاجتين تضخم محاربته والبرامج الحماية الاجتماعي زي ما قلتلك في كل موازنة تزود مرتبات معاشات ايه ده ايه ده ايه الاخره ده اول حاجة اولوية تانية طب انا عملت الاستقرار ده مهم جدا الاستقرار الاجتماعي عشان النمو والناتج المحلي واقول هنا دكتور متحة قال ايه قالك هي مشكلة انتجية يلا يالله ياللي بتنتجي طب الانتجية مربوطة بالتعليم والصحة يعني صحته كويسي قدر يواصل تمن ساعات تشتغلهم والتعليم بيعرف التكنولوجي ويعرف يتعامل مع الخط الانتاج اللي هو بالكمبيوترز بساعه انا عندي مشكلة فيها حاليا عشان كنا بقول استثمار يبقى المنخ يتحسن سنة اللي فاتت تلاتة عشرين اربعة عشرين كان الباب السادس الاستثمارات الحكومية كانت كام في الموازنة خمسمية خمسة وثمانين مليار الموازنة اللي مشها فضلها تسعة تشر وتخلص الحالية خمسة اربعة عشرين خمسة عشرين كام محطوط فيها كام احنا السنة اللي فاتت خمسمية خمسة وتمانين خمساتين وبينهم تمالية عشان بس نفتكر صح السنة دي كام قول لي يعني ربعمية خمسة وتسعين ده نزل ايوه مقصودة تكميش السياسة المالية تكميشها تيجا عشان مين يقول لك ده احراضنا لا ليه في ساح القطاع المجال للقطاع الخاص يساس من مع دعم الحكومة والمحفزات التيسيرات اللي هينزلها وزير المالية حزمة دي المفروض تعلن يعني اخر الشهردة بكرة ولا بعد ولا في اول اكتوبر هيقول لك هنعمل كذا عشرين اجراء تحسين ضريبي علشان الاجراء تبقى اسهل وابسط وتفتح نفس المواطن اللي بيستثمر في مصر هنا المواطن المصري او المستثمر الاجنبي كمان الاسمار وزير الاسمار هينزل هو كمان محفزات غير التيسيرات الدريبية كل ده بنحاول او هما بيحاولوا الحكومة بتحاول يعني مش انا يعني يبدا النمو الكعكة بتاعت الزيد والانتاجية اهم حاجة الانتاجية لما تبص كده انتاجية العامل المصري بعافية شوية عاوز يتسلح بيه علم تكنولوجي ومحتاج كذا وكذا وكذا عندي كمان بعد كده الدين نزولي الدين الاولوية التالتة بقى طب والدين الدين ده صحيح انا خدت بس عملت بيه اغلبه يعني النسبة كبيرة عملت بيه شبكة الطرق وبينيها تحتية انما ما اكلتش بيه كله انا عملت ده عشان احفادي يلاقي طريق ده انا بسعد ساعدة اطلع من هنا لحد العاصمة الادارية من الشيخ زايد لحد العاصمة الادارية بساعة ونصر والله لما كنا او اطلع القاهرة الجديدة لا 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 فده الكل بيه المساعدة والله منقول ده عشان ولادنا اتنين اتنين هعمل بنية فوق ما حامل مصنع ازاي فالمصنع عاوز البنية تحتها عاوز طرق كباري عايز مية عاوز كهرباء عاوز انما ما عندكش ده كله طب القطاع الخاص هشتغل ازاي فانت في هذه الحالة هنا دعم القطاع الخاص انا منزل البتاع بدل يعني السنة دي ربعمائة خمسة هاتين احنا خمسوية مليار نص تريليون السنة الفاتح كان خمسمية خمسة همانين عشان يفسح المجال القطاع الخاص فهنا استمر بهذا على ما يبقى القطاع الخاص بدل خمسين خمسين استثمارات يبقى هو خمسة وستين ده المعلن احنا ما مجيبش حاجة انا بقى بستقرق اللي حاصل في الموازنة عندي وارقامها موجود ومتافئ عليها موافئ عليها للبرلمان بقانون لازم الحكومة تنفزه حاجة الاخيرة استقرار سعر الصرف استقرار سعر الصرف اننا النهارده لازم التزم بمرونة سعر الصرف نخلي بالنها تحرير سعر الصرف غير مرونة سعر الصرف الاتنين بيكمله بعض مرونة سعر الصرفي بجهاز المصرفي شيء سعر الصرف في نضرة في النقدة الجنابي يطلع في ال 38 بيج في وفرة ينزل داخل العشان ما يسمحشوا السودة قصة الخطأ اللي حصل انه كان فترة طويلة اللي هو سنة وشوية من يناير سنة الثلاثة وعشرين كان مسبتينه عند واحدة تلاتين وفترة برضه فترة اه اسم طارق عامر المحافظ السابق كان مثبته عند خمساشر طبعا انت عندك مشاكل كورونا مش عارفين المفروض يطلع وينزل يبقى مرن